مرة تانية عشان تقول لنا بقى الحالات الدفاعية وكيف كان برضو طريقة اللعبة دي مؤثرة بالسلب علينا تفضل اتامك دفاعيا انا مفسوط للحياة من التناغم اللي موجود ما بينكم في التحليل لانه ده قادر يوصل للمشاهد بشكل كويس تفضل اتامك انا هكلمك دفاعيا وبعد الدفاعيا دي في حالة هجومية واحدة في هجمة واحدة متأكد كلام امر الكرات العرضية اللي اتعاملت انا في عشر ثواني في هجمة واحدة في عشر ثواني عملنا كورتين عرضيتين وهو الرهالة ماشي في الحالة الدفاعية فاكر هكتور كوبر كان محفظنا ايه ايه لما بنخسر الكورة 4-4-2 وبالجملة الشهيرة اقطع ورمي لصلاح باصل لصلاح طيب باصل لصلاح ماشي الاربع بدأت الامور تتضح خلاص في اخر ربع ساعة بان قوي ان احنا بقينا تحولت لاربعا اتنين تلاتة واحد وبالتالي لما بنخسر الكورة مصطفى محمد محمد صلاح وبيروح النني في دهر يمين في الطرف اليمين قدام عمر كمالعبد الواحد عشان يخلي صلاح ما ينزلش يدافع فالتالي تحولت الى أربعة أربعة اتنين وعمر كمالعبد الواحد قدامه النني أيمن أشرف قدامه مارموش وعبدالله السعيد وعمر السلية في عمق الملعب وبتتحول الى أربعة في نص الملعب يلا اللي بعد واحد اتنين اثنين عبدالله مرموش ومين اللي نازل بقى معاهم عشان تتحول الى 4-4-1-1 مصطفى محمد اللي نازل رقم 14 عشان نقطع التمريرة يكون صلاح بلغة الكورة جمع نفس واستعد ان احنا اول لما نقطع نحطها اذا كنت منظم جدا حتى دفاعيا لما تحولت الى 4-2-3-1 واقف صح على ارض الملعب عشان كده انت ما شفتش الشناوي نهائيا في اول شوت العكس تماما تاني شوت اللي الشناوي واحد من نجوم المباراة هنا اصبح بقى ايه فاكر المنظر اللي انا ورتولك التلاتة كانوا كلهم واقفين هنا في مساحة قد اتحولت الطريقة دخلنا في النصف ساعة الاخير عفوا الربع ساعة الاخير عمر كمال بص بقى المساحة اللي مع عمرو السلية قد يلي يستلم عشان بقى واحد بس اللي نازل يستلم بص المساحة اللي بقيت معا ليه طب المساحة دي اتخلقت ليه هيمة احنا لازم برضو نشرح للناس المساحة دي اتخلقت ليه اتخلقت لأن النني وعبدالله السعيد ما نزلوش لتحته وجابوا الناس معاهم تلقوا القدام وبالتالي رجعوا الناس أجبروا الناس إنها ترجع لورا وبالتالي لما أجبرت الناس إنها ترجع لورا اتخلقت المساحة دي كلها لعمر السلية يلا يا شباب عمر السلية استلم حط في الطرف الشمال اللي بعده للونش أي من أشرف بدأ يجري في اللحظة اللي أي من بدأ يجري فيها عبدالله نازل يستلم عشان برضه يقف قدام كيروش يأمن ظهر أي من اللي بعده عمل دريبل ووصل لأيمن اللي فرد الملعب وبالتالي أيمن لما عمل مشوار مين دخل في العمق مرموش دخل في العمق والنني لما فرد الملعب لما قلت لك هو وعبدالله مشيوا عشان يخلقوا مساحة لعمر السلية بقى النني تمركزاتنا النني وعبدالله السعيد وصلاح دخل في العمق ومرموش ومصطفى محمد دخلوا في العمق الكرة هتروح لأيمن أشرف أيمن حطها لمرموش اللي بقى معام ساحة اللي دخل في العمق وصلاح كمان معامساحة كل اللون بس كان نفس النني يكمل جري في الطرف اليمين اتحطت لمرموش معامساحة كبيرة جدا عمل دريبل هنا بقى عنده ممكن يحط للنني اللي كان جاي ممكن يحط تمريره في ظهر المدافعين لمصطفى اللي هيتحرك في ظهر الناس لكن الراجل جريء ولقى بإيجابي على الجول ومش عاوزين نقتل فيه حيث قوة الشخصية الراجل سدد وهو جاي بسرعته فاتت فوق المقص الشمال إذن بقيت إيجابي جدا على الجول الآخر حالة عندي في الشوت الأول فاكر يا هيما لما قلت لك الناس دي طيبة كورتها ديقة كورتها اللي على الأرض ضعيفة لو ضغط عليهم فاكر لما قلت لك احنا لازم نلعب أربعة واحد تلاتة اتنين فيه خمسة يبقوا موجودين في نص الملعب طيب واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهم بيحضروا محمد النني واقف متراكب الراجل ده يستلم مصطفى واخد البكري ده في ديها كم؟ ده في ديها 34 في يعني في الحيز اللي احنا اتكلمنا عليه ان احنا فيه كل نظراتين هي دي اللي بتأكد كلام عمر الهجمة دي اللي بتأكد كلام عمر الراجل سلم السنتر باك مصطفى عينه على الباكريت صلاح عينه على السنتر باك لناحية الشمال انني راح ضغط في منطقة الخطورة مفيش قدام الراجل غير عشان كورته قليلة انه يلعب لونج بول ايمن حطها بالأرض لمرموش بناية الهجمة بالقطعة مرموش استلم عمل دريبل راح ليمين اللي كان مسك السنتر باك اللي ناحية ليمين لمصطفى محمد قد ترخيره عمل الكروس برجله الشمال عند راس صلاح صلاح ملوش في العالي قوي يعني مش قوة الضربة بتاعته فاتت مين مكمل لحظة بس يا شباب عشان بس ما نتحكش على المشاهد نوري له انه لعمر الكلام اللي بيقوله صح الكروس اتعمل في ديها 34 و 45 ثانية يالله يا شباب عمر ام مكمل جاي من ورا صلاح راح بعد انني راح رابط معاه صلاح مركز ام عمر كمال عملها هنرجع على راس مصطفى محمد اللي تلع بدري شوية على الارض في الديئة كان بقاهمة 34 و 52 ثانية يعني في اقل من 10 ثواني انت عامل كورتين عرضيتين في منتهى الخطورة فاذا انت فرضت اسلوبك لما لعبت بـ 4-2-3-1 الدربة القضية بقى تعالى دي التغييرتين اللي عملهم مرة واحدة في الشوت التاني زيزو تريزي جي تلع عبدالله اوريلك الشكل بقى عامل ازاي الشكل تحول الى 4-2-3-1 والصورة ما بتكذبش زيزو تحول وينجر في الطرف اليمين مرموش بقى في المركز رقم 10 تريزي جي كوينجر ناحية الشمال ودخننا محمد صلاح كمهاجم وسبت انني وعمر السلاية اللي بعده ده انا حبيت اوريلك المنظر بس الجول التمركز كان حصل بس سويتش تريزي جي دخل لجوه وصلاح هو اللي هرب من الرقابة وراح وينجر وعمر مرموش داخل في المركز رقم 10 وزيزو كان وينجر ومكمل معاه اللعيب هنرجع يا شباب في السورة اللي فاتت دي بس وعمر السلاية مكمل كلاعيب رقم 8 مكمل في الهجمة وانني ثابت ورا رقم 6 واضحة وصريحة هنكمل اطلعبت من صلاح لمرموش مرموش حطها في العمق لتريزي جي اللي متمركز كمهاجم مكان صلاح طولت من تريزي جي لها مسحب سرعة لعمر السلاية في الوقت اللي الناس كلها توقعت يا سلام عليك اما عاملها في ظهر الناس لمحمد صلاح اللي كان جاي ده الجول بتاعنا جبنا جول جبتلك الكرة لأخطر فرصة في المباراة بعد الجول طبعا كرة زيزو اللي في القايم اللي اتعملت عمر كمال فات في الطرف اليمين فزيزو دخل جوا عشان يفعلهم ساحة عايزت وليه برضو يا تامر بقى انت ليك خطورة مش طبيعية تعال بس اوليلك بقى اللي حصل بعد تغييرة حمدي فتح يلسي في حاجة تاني تغييرة حمدي فتح اخر حاجة رجوعنا بقى لطريقة التلاتة تاني اوعدني افندم اوعدني واعد والله ماشي عشان اخوك يقول بق يلا بينا الكروس بتاع عمر كمال وعند نقطة البنالتي زيزو جاي متحرك في ظهر الناس يلا اللي بعده حط ببطن رجله في القايم اللي بعده فاذا انت جاي بجول وحطت كرة في القايم نرجع بقى للتغييرة رجعت ريمة لعادتها القديمة طلعنا نزلنا مين نزلنا حمدي فتحي والنص الملعب تحول وطلع عندني ونزل محمد شريف كمهاجم صريح يلا يا شباب وانت ما كانتش عاجبك كتعاجبك الطريقة اللي فاتت دي من غير راس حربة لا ايا كان اعتراضي ان مصطفى محمد ما كانش يطلع ايا كان لكن طريقة اللعبة اربعة اتنين تلاتة واحد هي دي المنتخب بيجيد بيها وهي دي اللي اللي بحفظها نص الملعب اتحول الى تلاتة اهيمة زيزو المفروض عفوا زيزو في الطرف الشمال بيأمن ظهر تريزي جي عمر السلية في الطرف اليمين وحمدي فتحي وراهم والاربعة اللي ورا طبعا زي ما هم يلا اللي بعده ودي التلاتة رجعهم تاني بقوا في عزلة تريزي جي محمد شريف محمد صالح رجع كوينجر في الطرف اليمين اللي بعده طيب هنا انا بلعب بتلاتة اهيمة دفاعيا بقى تعال اقول لك لما رجعنا لتلاتة في نص الملعب مرمانة بقى زي المطر الفرص نازلة عليه تلاتة بلعبوا في نص الملعب حمدي فتحي والسلية وزيزو ومع ذلك الراجل ماما بلدي ده في ظهره امشي اللي بعدها في العمق ده احنا واقفين في العمق في العمق المفروض على واحد اتحطت في ظهر الاتنين فتحي والسلية الراجل بوم قادي اول تسديده اللي بعده لقول لها الحمد لله في نص المرمى شينها ويمساكها اللي بعده يا شباب بيحضروا التلاتة اللي قلنا عليهم تريزيجي شريف صلاح اللي بعده اتحطت لونج بول اللي بعده بقى في لحظة واحدة هنا هنا الماستر سين بتاعي انا بلعب بتلاتة ليه اهيمة مش المفروض واحدة من اساسيات ان انا بلعب بتلاتة ان انا بحط واحد في الطرف اليمين نص ملعب ناحية اليمين عشان يقلل من يمنع ان محمد صلاح يقوم بواجبات دفاعية مش ده اللي احنا بنشوفه في ليفر بول مش ده اللي انت بتشتغل عليه كارلوس كيروش طيب لما انت بتلعب بتلاتة في نص الملعب حمد فتحي ومودي عمر السلية يمين او زيزو عمر السلية يمين وزيزو في ظهر تريزيجي ناحية الشمال اللي نزل محمد صلاح هنا بص كده لما الراجل ده الجول بالمناسبة اللي تم إلغائه اللي من وجه اتنظري فيه وفيه الراجل فات من عمر كمال عبد الواحد تعالك كده بص محمد صلاح نزل يدافع لغاية فين طب انا بلعب بتلاتة ليه ما اني لازم اسأل نفسي هنا سؤال بلعب بتلاتة ليه لما محمد صلاح نزل على مستوى الستمترباكات كلها وترقص لانه ما عندوش ملكة الدفاع صلاح الراجل قطن بيل جوه طلعه على الفاضي وامشايت وامجايب مول اخر صورتين عندي عشان احلف بالله اخر افندم احلف بالله اخر اه والله احسن احبالك اربعتاشر حالة بتلاتة اخر حالة التلاتة مضروبين خلينا اقف بقى الحد هنا اجل اجل لعمر بس اسألك سؤال هل في اصول غنية من غنية بيسوي مين عندك عشان قلت الكرة ممكن ديقى فيها جول انا بسألك سؤال لي يعني في اصول ولا فيش اصول يا هيمة بس انا عايز اقولك على حاجة انا بتكلم في الكرة من غير عاطفة ايوة بس ده الراجل ضربه لا مش ضربه يا هيمة هو شايت انك ده انا جبت كابتن احمد الشناوي هو انت لو عاوز الحق برضو ما هيقيده عمر كمال عبد الواحد على ظهر الراجل ما هو شرح كابتن احمد الشناوي ما عنديش اي مشكلة طالما في عراق على الكرة بلفز او باخر يعني بطريقة او باخرى خلاص الكرة الحكم هنا بيبقى تقديره في الاتجاه في الزمن اللي احنا فيها هي ما مش كل كرة بتتحس بفاول صدقني كرة زي دي عادي جدا ممكن تمشي ولو الراجل زي ما هو كان بيتكلم عا التحكيم اكمل لك بس الجملة زي ما هو كان بيتكلم عايز يا تامر يا بدون لو الله انا عايز مصلحة مصر انا عاوز اللعبة تبقى اقوى من كده زي ما الراجل اتكلم عا التحكيم في مبارات نيجيريا لازم هو كمان برضو يتكلم على الحمد لله ان اتخذت حقك لان برضو فيه لقطة في اللي محمد ان اني في الشوت الاول ممكن حكام تتلككلك وتدي اني فيها طرد ماشي الكلام